بسم الله وصلاة والسلام على رسول الله المشاركين جديد نقول لكم مرحبا بكم متابعين نقول لكم دمتم أو في القناة إن شاء الله في اليوم يلقاكم بأفضل وأحسن حال وصفتنا لنهار اليوم ورق البورك أو ورق ديول وصفة سهلة وبسيطة ومناجحة من أول تجربة راح نقدمها لكم بمقادير مضبوطة فقط تابعوا معي الفيديو للأخير وتشوفوا الطريقة ونبدأ على بركة الله في المقادير نحتاجوا أول حاجة نصف كأس فارينا كاس سميد أرطب هذا هو شكله وكاس ناقص إسبع حليب وبنفس الكاس راح نزيدوا كاس ما عادي ملعقة ونصف كبيرة زيت وملعقة صغيرة ملح ونبدأ مباشرة في الطريقة نصبوا السوائل مع بعض الحليب والماء ونبدأ ونضيفوا الفارينا والسميد لازم يكون أرطب ملعقة صغيرة ملح ونخلطهم كامل مع بعض بالبراميكسر مدة زج دقائق إلى 3 دقائق حتى يمتزجوا جيدا المكونات هذا هو القوام تاحة راح نضيف لها ملعقة ونصف كبيرة زيت ونزيدوا كذلك ونخلطهم هذا هو القوام تاحة شوفوا كيفا يجيكم ما يكونش ثقيل وما يكونش خفيف نغطوا الخليط اللي تحصلنا عليه ببابي فيلم ونخله يرتاح أربع ساعة نحتاجوا البانسولة راح نخدمه به والخليط بعد مرتاح ونحتاجوا مقلة تكون ما تلسقش أنا راح نستعمل مقلة تعليقها من جهة ثانية نحطوا طنجرة لها ماء راح نطيبوها على البخار نخلوها تسخن شوية ونبدو نهزل قليل من الخليط وراح نستعملو على هذه الطريقة نديرو زوج إلى ثلاث طبقات بهذا الشكل ما تكونش الطبقة خشينة وفي نفس الوقت ما تكونش أرقيقة ياسر نبدو في الحاشية وبعد ذلك نروحو للوسط نهزي الطريقة ونخلوها تكمل طيب على البخار حتى تشوفو الحاشية بدات يعني تخرج على هذا الشكل شوفو كيف هتعد بينا وتنحوها بكل سهولة وهذا هو شكلها شوفو كيف هتجي خفيفة وشفافة نعود معاكم واحدة أخرى كيما قلت لكم نبدو دايما في الحاشية وبعد ذلك نروحو للوسط هكذا بعد ما طيب نعودو ننزعو الحاشية هكذا وهذه هي ورقة الديول نتمنى أنكم جربوها يعني وصفة سهلة وبسيطة وبمكونات كذلك يعني متواجدة في كل بيت وطريقة الصنع تاحم ناجحة من أول تجربة نتمنى أنكم جربوها يعني هذا الشهر المبارك رح تساعدكم كثير وهذه الكمية خرجت لي 16 ورقة كبيرة تقدروا تقسمها على 2 ولا يعني تديروا ورقة كاملة أنا نكمل الكمية كاملة اللي عندي ونرجع وهذه هما ورقة الديول شوفوا كيف هجوا يعني وصفة سهلة وناجحة نتمنى أنكم جربوها مش رحين تندموا عليها وهذه هما شوفوا كيف هجوا ورح نجربها معاكم بحشو بسيط نحتاجوا في هذا الحشو بطاطا طيبة يعني في الملح وفي البهارات هذا هو شكلها رحين نمرسوها ونضيفو لها جبن مع دنوس وحبة بصل صغيرة ونحتاج فلفل أسود وبهارات ونحتاجوا كذلك علبة طن نخلطهم كامل مع بعض تقدروا تستعملوا اللحم ولا يعني أي حشو آخر أنا فقط رح نجرب لكم وتشوفوا يعني النتيجة نتاحة وكيما قلت لكم هنا أنا رح نستعمل الورقة كاملة أنتم تقدروا تقسموها على اثنين نحطوا الحشو ونلفوا على هذه الطريقة وراحين نقلوهم في الزيت وهذا هو شكلهم بعد ما طابوا شوفوا كيف هجوا جوا مقرمشين جوا هيلين وصفتنا لنهار اليوم أورق الديول أو أورق البوريك وصفة سهلة وبسيطة بمكونات متواجدة في كل بيت وطريقة ولا أسهل ولا أرواح وكذلك رح نعطيكم يعني كيفاش تحافظوا عليهم في الثلاجة رح نحط الورقة ونرشع لها القليل من زيت ونمسحوه كامل على الورقة ونزيد ونحطو الورقة الثانية يعني لازم ندير الزيت بين الطبقات هكذا ونزيد ونحطو الطبقة الأخرى حتى نكملوا الكمية كامل وليما يحبش دير زيت بين الطبقات تقدروا تحتفظوا بهم كي ما راهم ولكن ما تطولوش عليهم في المدة بعد ذلك نغلفوهم في كيس بلاستيكي ونحطوهم في الثلاجة هكذا هذه هي طريقة الاحتفاظ بهم وهذا هما ورقة ديول طريقة سهلة وبسيطة ومكونات متواجدة في كل بيت واقتصادية كذلك الحقنا لنهاية الفيديو ما بقى لي غير نقول لكم إذا جبكم فيديو اليوم لا تبخلوا علينا بالإعجاب والاشتراك في القناة وفعلوا جرس ليسي لكم كل جديد وبرتاجوا لتعم الفائدة والسلام عليكم ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر